أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الخسائر التي كبدتها قواتها للجيش الروسي بلغت 17 ألف جندي و123 مقاتلة و127 مروحية و586 دبابة منذ بدء الحرب في الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي أشرت الهيئة في بيانا اليوم الاثنين أن الجيش الأوكراني دمر في الفترة ما بين الرابع والعشرين من فبراير والثامن والعشرين من مارس أذار 1694 مركبة مدرعة و302 مدفع و95 منظومة صواريخ و54 منظومة صواريخ دفاعا جوي وبحسب البيان تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 1150 مركبة عسكرية و7 سفن وزوارق حربية و73 سيارة وقود و66 طائرة بدون طيار للجيش الروسي